السلام عليكم متابعي قناة طوبتان عرب نمل أنكم بخير وأنكم متساعدون لحلقة جديدة مليئة بالمعلومات المفيدة تعتبر التجارب جزءاً مهمة من العلوم بصفة عامة فهي تسمح للعلماء والناس العاديين باكتشاف العالم وفي بعض الأحيان تؤدي تجارب الاكتشافات غير متوقعة قد تغير فكرة اتجاه شيء ما وقد تكون مثيرة ومهمة للغاية أو لها نهاية غير متوقعة البتة وفي هذا الفيديو سنريكم بعض من هذه التجارب التي لا تصدق فابقوا معنا ونبدأ على بركة الله رفع الأثقال تحت المياه لدى ممارسة المرأة للسباحة فأول ما يلاحظه هو أن وزن الأشياء أخف وسط المياه من على اليابسة فعلى سبيل المثال يمكن المرأة حمل أخيه أو سحب صديقه وسط المياه بكل سهولة بل وحمله حتى بنفس الطريقة ويكمن الصير في قوانين الفيزياء الأولية وتحديداً ما يسمى بمبدأ أرخاميدس أو قاعدة الإنغمار وهو قانون الفيزيائي ينص على أن الجسم المغمور كلياً وجزئياً في سير لا يذوب فيه ولا يتفاعل معه إذ يدفع السير الجسم بقوة وهي ما يسمى قوة الطفوة وهذه القوة تسوي وزن السير الذي يزحه الجسم عند غمره فعلى سبيل المثال كلما كانت المياه أكثر ملوحة كلما طفت الأسان فوقها بسهولة بسبب كثافة المياه المرتفعة التي تساعد على دفع الأسان بقول الأعلى وعلى أين؟ ألهم مبدأ أرخاميدس الكثيرين للقيام بتجارب عدة منها رفع الأثقال أسفل المياه لدرجة وجود أرقام قياسية عالمية إزاء هذه التجربة حتى ورغم أنه أمر صعب لأن رفع الأثقال في المياه أسهل مما يبدو عليه فوق اليابسة بل وأكثر إمتاعا أيضا الدفن الحي مجرد ذكر فكرة الدفن حيا تثير الخوف والرعب في نفس المرأة لكن فكرة الدفن حيا تعددت على مر التاريخ والأزمنة والأماكن وفي هذه الفقرة سنتحدث عن تجربة الدفن حيا والتي تختلف عن خدع حوضين وأشهر السحراء ولعبي الخفة ومحبي تحدي فالتجربة تختصر وضع الشخص في تابوت خشبي ووضع غطائي زجاج فوقه والتجربة التي تشهيدون آمنة وكان فيها طبيب خاص جاهز لأي طارئ فكما هو الحال بالنسبة للقبر الحقيقي المشكلة تكمن في نقص كميات الأكسجين وتزايد ثنائي أكسيد الكربون الذي يبدأ تأثيره في الظهور بعد مروره ثلاث دقائق فقط ولهذا كان الطبيب مضطر لرفع الغطاء قليلا في كل مرة من أجل حفاظ على سلامة الشاب الذي عانى من الصداع والقلق وارتفاع درجات الحرارة والإحساس بالإنخناق والغثيان والضغط أيضا فخو غراء الحشرات يعلم الجميع ما هو غراء الحشرات والفئران وقد يعتقد البعض بأنها صارحة لالتقاط الحيوانات والحشرات الصغيرة فقط لأنها ليس الذكية كفاية للتخلص منها لكن الحقيقة هي أن السر يكمن في كمية الغراء فقط فكما تشاهدون في هذه التجربة فشل الشباب في القيام بأكثر من خطوة فوق كمية من الغراء بحجم البشر والتي تضح بأنها قوي للغاية ولم تسمح لأي منهما المرور بسهول فوقها ورغم ما تبدو عليه تجربة أكد من وجود أحد ما معكم في حال قررت تجربتها بالمنزل سقوط المسعد تقول الأسطورة بأنه خلال تواجد المرأ في مصعد وشات الأقدار أن يسقط هذا الأخير لسبب ما فكل ما يجب القيام به هو القفز في آخر لحظة قبل ملمسة قاع المسعد للأرض ولتجربة هذه الأسطورة قام مجموعة من الباحثين برفع غرفة مسعد وضعوا بداخلها دمية لارتفاع ثلاثون مترا ثم أطلقوها نحو الأرض وبالطبع دون إمكانية القفز كانت النتائج كارثي على الدمية ومجددا لدى إضافة إمكانية القفز لها تعرضت الدمية لنفس النتائج وبالعودة للأسطورة لا تمتلك المصعد أرضيات زجاجية لمعرفة الموقع المناسب القفز ولهذا أفضل حل هو الاستلقاء على الأرض وحماية الرأس باليدين ووضعوا أي شيء إن كان لديكم أسفل الوجه لا ربما أرد بعضنا معرفة ما قد يحدث للجليد واللافا إن واجه أحدهم الآخر ولن يسمى الباحثون باحثين إن لم يبحثوا في مختلف الأمور وهذا بالضبط ما قم به هذان الباحثان لدى تجربتهم ما سيحدث لدى سكب اللافا على الجليد وبشكل مفاجئ تحاول سائل اللافا لمجموعة من الفقاعات الكثيرة التي تتشكل بسبب حرارة اللافا التي تحاول الجليد لمياه تتحاول في نفس الوقت لبخار يشكل ما أسمه الباحثون بيض الجحيم المخفوق أو الفقاعات البركانية المشي على الماء توجد أسطرة غريبة تقول بأن أحد البحار نجح في النجاة بعد غرق السفنة التي كان عليها عبر استعمال سترتين نجاة كأحذية مشى بواسطتها عبر المياه وصولة لليابسة بالطبع رغم غربة الفكرة وطرفتها إلى أن الفكرة قد جربت فعلا من طرف عدة أشخاص حول المشي على المياه باستعمال سترات النجاة وعدة أغراض تساعد على الطف يمكن نجدها لدى تحطم السفن وغرقها لكن الكل فشل منذ اللحظة الأولى ورغم تمكن أحد الشباب من المشي بضع خطوات لمدة ثوان قليلة قبل أن يسقط في المسبح صد الأبواب بالأثاث لابد بأنكم قد سبقوا وشاهدتم في عدة أفلام من تلك اللقطة التي يتم فيها تشكيل حاجز لباب إحدى الغرف عبر استعمال لقطع الأثاث وعدد تنمية تصوير الأمر على أنه حل لإيجاد مزيد من الوقت وعلى أي تم تجربة الأمر في برنامج ميث باسترد أي مدمر والخرفات أو كاشف والألغاز باللغة العربية ومن خلال نتائج التجربة يتضحى بأن الأثاث لن يمنع الأبواب من الكسر والفتح في غضون ثوان قليلة فقط ويبقى العامل الأساسي هو مدى ثقة لقطع الأثاث وثقلها لكن ومن ناحية أخرى ليست كل الأبواب الداخلية مثل ما هي عليه في الولايات المتحدة الأمريكية ولهذا يمكن التجربة أن تأتي بنتائج أخرى في أماكن مختلفة من العالم ترجمة نانسي قنقر